اشتركوا في القناة المقبل والاثارة بطولة الشحوف بطولة اختصت بسباق القوارب حيث ستبحر القوارب المشاركة فيها في سباق تبلغ مسافته ثلاثة كيلو متر ويبلغ عرض مساره ما يقارب المائتين مترا وستتكون هذه البطولة من ست سباقات أربع سباقات تأهلية مستقلة موزعة على مدى خمسة أسابيع ويمثل السباق الخامس سباق العموم للفرق التي لم تتأهل والسباق السادس هو الختامي للمسابقة وسيكون مخصصا لفرق النخبة بحيث يتسابق فيه الثلاثة الأوائل ولترسيخ التراث والمحافظة عليه تم إعطاء الفرصة لجميع المتسابقين بجميع فئتهم بهذا السباق فهذا السباق يضم المبتدئين والمحترفين حيث اعتمدت اللجنة المنظمة الجوائز للعشرة الأوائل في جميع السباقات بحيث يصل عدد الجوائز إلى ستين جائزة واختتمت في يوم السبت منافسات المسابقة الأولى من بطولة الحدق وذلك على كأس سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة حيث عكست هذه البطولة المتخصصة في صيد السمك بشكل واضح ويتمتع به المشاركون من خبرات في رياضة هذا الموروث وسهم هذا الحدث في تعزيز ثقافة الحدق كأحد الألوان التراثية التي اشتهرت بها مملكة البحرين والتي أضيفت لها في هذه البطولة أجواء مليئة بالحماس والإثارة اشتركوا في القناة